السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا شباب اعملين ايه يا رب اكونوا بخير يا رب النارده جاي مع بعض الفيديو جديد وهو يخص قوائم التشغيل يا شباب لزيادة المشاهدات في اليوتيوب قوائم التشغيل حاجة مهمة جدا 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 لازم تكون متأكد من حاجة زي كده يا عمد لما هتيجي تعمل فيديو وليكن وانا وليكن هكتب وليكن يا شباب طريقة اعمل تصليم سوشال ميديا وليكن وهكتب هنا في الوصف وليكن بالشكل ده هجي هنا كده يا شباب وانت بترفع الفيديو نفسه علشان خاطر الوضع يكون بسيط بالنسبة لك ما تفكرش قوائم التشغيل انت لازم تخش من الاعلادات وتعمل الكلام ده يقولوا لا قاعدة بسهولة جدا نتيجي هنا كده ما تحت هتنزل هزهر عندك هنا يا شباب قوائم التشغيل اختياري بالشكل ده انا مسلا هريكن اعمل اتنين من قوائم التشغيل يا شباب بالشكل ده طبعا انت عشان تعمل قائمة تشغيل جديدة هتكتب هنا اهو قائمة تشغيل جديدة بالشكل ده قائمة تشغيل جديدة بالشكل ده يا شباب وهتجي تكتب هنا اهو لازم ان تعمل عنوان لها عشان خاطر الاعلان ده انت والناس هيشوفوا القائمة دي بالاخص ان في ناس كيتل بتحب يتفرج عليك قائمة تشغيل عشان خاطر لو انت عمل محتوى معين شامل بكل حاجة زي تصميم مسلا هتعمل اي عشان فيديو للتصميم هيكونوا في القائمة دول مع بعض بيفيدك في ايه بيفيدك ان اللي بيخش تفرج على الفيديو ساعة ممكن يفتح القائمة للتشغيل عشان تفرج على باقي الكورس بتاعك او باقي الفيديوهات التعلمية بتاعتك وليكن ان هكتب هنا اهو كورس تصميم سوشيال ميديا للمبتدئين بالشكل ده يا شباب عايز اكتب اي عشان او لا بالشكل ده كمسال يا شباب اهو واكتب هنا وصف الوصف الخاص بالكورس وليكن بالشكل ده يا شباب على نية ايهو كده او طبع انت لو عايزها خاصة او عايزها غير مدرجة يا شباب براحتك ولكن انا مسلا وليكن هعمل عامة بالشكل ده وهعمل انشاء كمسال يا شباب لو ضغطت على انشاء هيبقى في قائمة تشغيل خاصة بشروحات مثلا الخاصة بكورس تصميم سوشيال ميديا للمبتدئين طبعا انت لما هجي يكون بتشرح في الفيديو هتعرف الناس ان انت هتسيب لهم لينك في الديسكريبشن هيكون خاص بقائمة التشغيل على طول يقدر يتفرج عليها من الالف لالياء بمعنى صح حلوة من الاول درس هتايمين لحد اخر درس ولكن دي مهمة برضو مش للكورسات بس مهمة لأي محتوى انت بتقدمه كمسال يعني يا شباب لو جينا جيبنا يا شباب اليوتيوب كده الكناب طاعتنا جينا ضغطنا على قائمة التشغيل هيظهر معنا الشكل اللي احنا شايفينه ده انا عامل مية وخمسين تصميم للفوتوشوب يا شباب وعامل تسعتاشر فيديو خاص بالشكل ده طبعا هو لو ضغط على اي واحدة بالشكل ده اهو اهو يا شباب واقفنا هنا كده اتلاقي عنده هنا تكون خاصة بكل فيديوهات يا شباب بالشكل ده طبعا هيخرج بالميزة هيدخل في ميزة تانية او من فيديو هيدخل الفيديو تاني حسب ما انت ما يكون مزبط بالشكل ده اهو عاد اخر فيديو احنا بنكون عاملينه والاولان بيكون فوق بالشكل ده يا شباب طبعا هو لما هيجي يدخل من على الفيديو هيجي بالفيديو اللي بعض انت بتتكلم على الوصف ما انت بتتكلم عن كزا انت في المحتوى بتاعك بتتكلم عن حاجات كتير هيكون هو بيتفرج على الحاجات دي طبعا لان هي هتكون مسيرة بالنسبة له هو في نفسه هتصل ومسغرة هتشده ليه المحتوى نفسه ان هو يتفرج على باقي الفيديوهات دي حاجة مهمة جدا جدا ان هي بتضيف لك مشاهدات وعدد مشاهدات كبيره بتخلي الناس تفضل موجودة على القناة عندك وده بيزود من الربح من اليوتيوب اكتر من المشاهدة حاجة بسيطة لان انت كاب بتخلي الشخص ده بالاخص يفضل قاعد فترة كبيرة على الفيديو عندك ويفضل قاعد فترة كبيرة على اليوتيوب بسببك انت عشان بتفرج على فيديوهاتك انت فمعدل الربح بتاعك انت يبيع على شوية عن المعتاد بتاعه بس كده يا شباب زي ما قلنا تعملها بنفس الطريقة دي بكل سهولة وبكل بساطة يا شباب لو عجبك المحتوى يا ريت شاركو عشان تنهيرك يستفاد منه ساشتعمل لايك واشتراك فعل زر الجرس عشان يوصل لكل جديد سابت عليه قول لي في رأيك وقول لي لو انت محتاج اي حاجة محددة ولو انت محتاج حاجة محددة تقدر تسيبها لي في التعليقات سيب لكم لينكات السوشال ميديا تقدر تخش تسألوني عن اي حاجة وانا ان شاء الله هرد عليكم في قرب وقت بازن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته